مثل ما اننا شايفين هذا هو صوت الالارم او صوت الاندار رح نوقفه عملنا له ديسابل لانه وجد خطاء جديد اهلا وسهلا فيك رفقاتنا له الفيديو الجديد من فيديوهات قناة تقنية عربية بهذا الفيديو اصدقائي رح نتعرف على طريقة فحص الرامات نعم اصدقائي كتير منا بيواجه رسائل خطاء زرقاء او رسائل الموتى اللي بتظهر بويندوز وبعض رسائل الخطاء الزرقاء بتكون بسبب تلاف الرامات كيف فيني افحص الرامات خليك معي بهذا الفيديو لنهايته بداية اصدقائي انا بحاجة لاصطوانة الصيانة المعروفة DLC بوت او الهايرانز بوت هدول الاصطوانتين الصيانة بداخلهم التطبيقات اللي بدنا نتعرف عليه هون اليوم طبعا اكيد فيك تحمل اصطوانات الصيانة من الانترنت وتحرؤن على فلاشة عن طريق برنامج الرافوس واليوم رس اشرح على اصطوانة الاقلاع المميزة DLC بوت 2023 بعد ما اقلعت عن طريق الفلاش ميموري بنزل عند الاثار تولز داخل الاثار تولز في عدة برامج للتست او للتجريب لجهاز الكمبيوتر واكيد انا بدي منهم الميم تيست 86 او الجولدن ميموري برو تمام رح ااخد اول تطبيق واللي هو المعروف اكتر بضغط زر الانترنت للدخول لاي قائمة من هاي القوائم بمجرد اقلع البرنامج بيبدأ بالفحص مباشرة مثل ما اننا شايفين عندي بالتست هون في عندي عدة مراحل للفحص من عند الصفر لعند العشرة وبهذا المكان الاخطاء يجمع لي ايهم بهذا المكان طبعا الرامي اللي انا هلأ وضعها فيها للامانة اخطاء وهي تالفة وصراحة الرامي اللي بين ايدي هي 2 جيجا ومثل ما اننا ملاحظين عاطينيها 1905 ميجا يعني ما لوا عاطينيها 2 جيجا 2000 ميجا او 2024 لا عاطينيها 1900 ميجا وهذا الدليل على انه في خطأ بالرام والدليل الاكبر على انه هاي الرامي فيها مشكلة هو نتائج الخطأ اللي عبتظهر عندي هون طبعا عملية فحص الرامي تاخد وقت طويل احيانا بيمتد للساعة او للساعتين حسب حجم الرام مثل ما اننا شايفين هون وصل لل13 بالمية وكيد اصدقائي فين يوقف الفحص باي لحظة بديها عن طريق زر الاكذايت على الكيبورد او بنتظر لنهاية الفحص وحتى يوصل العداد للمية بالمية هلأ رح نعمل خروج من البرنامج وننتقل للبرنامج الثاني البرنامج الثاني اللي بين ايدينا يا شباب لفحص الرامات اسمه جولد ميموري برو رح ادخل عليه بمجرد اشتغل البرنامج اكيد بيبليش تيست او فحص للرامات بيعطيني هون عداد تنازلي ان هو رح يبلش بعد كذا وكذا فيني اضغط زر السكيب لحتى وقف العملية ويعطيني بهذا المكان احرف فيني ساوي فيهم امور متعددة متل ما اننا شايفين بدأ الفحص منلاحظ انه بهذا المكان عطاني مساحة الرامة اللي هي 1915 ميجا وطبعا هون بيعطيني مراحل الفحص اللي هو عم يقوم فيها كذلك الامر عندي العداد الخاص للوصول للمية بالمية وفي حال طالع اي اخطاء رح يظهر ليهون هون باللون الاحمر طبعا اصدقائي متل ما اننا شايفين ظهرت عندي عدة اخطاء بهي الرامة وطالع ليهون باللون الاحمر هون وكذلك الامر فيه صوت زمور او اللارم او اندار انه في خطأ طبعا فيني عطل هذا الصوت وفعله عن طريق حرف A متل ما اننا شايفين عطاني disable او برجع بضغط بيعطيني sound كل ما بيطلع error جديد او خطأ جديد رح يعطيه اللارم او صوت جديد متل ما اننا شايفين هاد هو صوت الالارم او صوت الاندار رح نوقفه عملنا له disable لانه وجد خطاء جديد واكيد يا شباب فينا نتجاوز الفحص عن طريق زر ال skip ونوقف الفحص نهائيا او ننتظر العداد لينتهي للنهاية ويظهر لي جميع الاخطاء اكيد يا شباب لما بشوف هي الاخطاء كلياته موجودة بهي الرامي اكيد هي الرامي للتلف بالتالي هي غير صالحة للاستخدام شكرا لمتابعتكم اصدقائي والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناة التقنية العربية اشتركوا في القناة شكرا